تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر لصديق هذا البرنامج اللي احنا كنا متعودين الحقيقة نبيعمل مداخلات في معظم او في جميع حلقات هذا البرنامج والحقيقة كنا بنسعد بمقترحاته واراء البناءة في جميع المجالات انتقل الى رحمة الله المهندس احمد البناء صديق البرنامج من الاسكندرية فانا الحقيقة ادعو الله سبحانه وتعالى ان يتغمده بواسع رحمتي ويسكنه فسيح جناته وأتقدم وأسرة البرنامج تتقدم بخالص العزاء لأسرته وندعو الله أن يولهمهم الصبر والسلوان موضوع حلقتنا النهاردة أعزاء المشاهدين الحقيقة حلقة لها علاقة وطيدة بالأرض وأيضا بالمياه والبيئة وكما هو معلوم ارتبط المصريون بنهر النيل منذ أقدم العصور وارتبطت مصر وحضاراتها بالزراعة حيث ابتكر المصري القديم الألات الزراعية وألات الري منذ أكثر من ستة آلاف عام واعتمد الاقتصاد المصري اعتمادا شديدا على الاقتصاد الزراعي باعتباره مصدرا للنمو وتعزز هذا الدور بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 خلال الستينات والسبعينات وبالنظر للتاريخ نجد أن معظم الدول الصناعية والمتقدمة الآن بدأت نهضتها بالزراعة أولا ومنها انطلقت إلى النهضة الصناعية فالزراعة تساهم في إحداث التنمية عبر مساهمتها بالنسبة غير قليلة من الدخل القومي كما تمد كثير من الصناعات الأخرى بالمواد الخام اللازمة لها بالإضافة إلى أنها تمد القطاعات الأخرى بعناصر الإنتاج كالأرض والعمل ورأس المال والإدارة واليوم موضوع حلقتنا الحقيقة عندنا الحلقة النهاردة فيها فقرتين الفقرة الثانية من هذه الحلقة هتكون مع السيدة المهندس عطية يونس رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة وأيضا الفقرة مرتبطة بالأرض والحفاظ على الرقعة الزراعية وهنتكلم في هذه الفقرة عن التعديلات الجديدة على قانون البناء على الأرض الزراعية أما الفقرة الأولى من هذه الحلقة بعد هذا الفاصل مباشرة هتكون مع الأستاذ الدكتور سامي السعداني رئيس الإدارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة علشان نتكلم على هذه الإدارة ودورها الحقيقة في حل مشاكل المزارعين المتعلقة بالأراضي والمياه والبيئة بعد هذا الفاصل أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل وأرحب بضيف وضيفكم فيها الفقرة الأولى من هذه الحلقة لأستاذ الدكتور سامي السعداني رئيس الإدارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة بوزارة الزراعة أرحب بحضراتك دكتور سامي أشكر سيادتك على استضافة لحضرتك يعني دايما دكتور حامد حضرتك سباء والكل يعني بيشكر حضرتك لجميع الفلاحين لما بنزل مأموريات على المجهود الكبير اللي بتبزله وإحساسهم من ناحية حضرتك ومن ناحية صوت البرنامج صوت الفلاح احنا بنشكرك دكتور سامي وفي الحياة في البداية لابد أن أشكر سيادتك على الهواء لاستجابتك لحل مشاكل المزارعين المتعلقة بالأراضي والمياه والبيئة التي تارد لسيادتك من خلال هذا البرنامج والشكر الخاص للسيد المهندس محمود عبد العزيز مدير مكتب سيادتك الحياة هذا المهندس النشيط الحياة أنا بحس فيه بالوطنية الخالصة الحياة لا يكل ولا يمل إلا لما يحل أي مشكلة تارد إليه من ناحيتنا فأنا بشكره على الهواء وبشكر سيادتك أيضا الله يخليك خلينا في البداية يا دكتور سامي نتكلم بقى عما هو الجديد يعني إيه الجديد بالنسبة للإدارة المركزية إيه اللي أنتو بتعملوه في الوقت الحالي ومتعلق بالأراضي والمياه والبيئة بسم الله الرحمن الرحيم هي دور الإدارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة في المقام الأول خدمة المزارع المصري من حيث المشاكل اللي بيتواجه المزارع المصري في الأراضي وفي الري وفي الصرف وفي تحسين التربة في أمور كثيرة متعلقة بالأرض الزراعية إلى جانب المزارع الأشجار مثلا بيحصل لها إصابات نتيجة ارتفاع مستوى الماء الأرضي فعديد من المهام بنقدمها للمزارع المصري من خلال إزاي نحلله هذه المشكلة طبعا في الوقت الحالي أنا يعني كان جالي عدة مشاكل يعني هي المشاكل ما بتنتهيش أولا يعني ومش هتنتهي على فكرة يعني لما في حياة يبقى المشاكل مستمرة وده وضع طبيعي ولكن العبرة بأن احنا نكتهد والمسؤولين يكتهدوا معنا في حل هذه المشاكل هو ده المهم تمام هو بيقابل بقى المزارع المصري عشان طبعا يهمه المحصول بتاعه يهمه عوامل كتيرة بتقابله بتعوك هذا الانتاج منها مشكلة مثلا المصارف سوق الصرف منها ارتفاع مستوى الماء الأرضي منها انخفاض منصوب المياه للترع الرئيسية منها ملوحة التربة فيجيلي مشاكل خاصة بهذه اللي أنا بقوله يعني الحضرتك ومن ضمن هذه المشاكل مشكلة حضرتك جاتلي من رئيس الإدارة المركزية للبساتين بعتها الرئيس قطاع الإرشاد حولها علي بخصوص مزارعين الجوافع بأرض بنحية مركز كفر البطيخ بمحافظة دميات بيعانوا من سنة 2006 حتى الآن ان الاشجار فيه فيه اصابات في الاشجار فيه جفاف للأفرع فيه اصابات بالنماتودة فيه ارتفاع مستوى الماء الأرضي من 2006 بتطلع لجان بصفة مستمرة عشان تحل هذه المشكلة وحتى الآن المشكلة يعني ما زالت مستمرة فرئيس الإدارة المركزية البساتين المهندس محمود عطا أخطر رئيس قطاع الإرشاد هو احنا يعني كإدارات مركزية نتبع قطاع الإرشاد لعمل دراسة وأتوصل لحل عشان المزارعين بيشتكوا من جفاف الأفرع والإنتاج والإصابات اللي بتسيب هذه المشكلة المشكلة من 2006 من 2006 وإحنا في 2016 حتى الآن يعني عشر سنين وتحلت أو لا ما تحلتش يا دكتور سامن يعني جالي طبعا تقرير طيب هنتكلم في التفاصيل لكن اسمحلي بس عشان بدأت الاتصالات معنا أنور من اسكندرية ألو السلام عليكم أنا بحييك وحيي ضيفك الكريم يا باشي بنحييك يا حج أنور بقولك كل سنة وانت طايم البدء محصول لحفظ كامحة يا فن وحضرتك بساحة والسلام سياستك بالنسبة أنا بناخد مية من قرعة ثمانية داخل من طرعة النصر والمية طبعا كانت الأول ست سبع ديام دور وعشر ست بجي وصلت الوقت الواحد واربيعين يوم والثلاثة والثلاثين يوم وعندي مشاهد في المية فطبعا كانت الضحية في الأول جارية 14 وجارية 18 لشتاكم لأنهم مفخر الراشد وإحنا فوق منهم إحنا كنا في النص يعني فعلى جيلهم والمشكلة بتاعتهم بوضع محطة رافحة مية طرف زراعي أنا بنوشد نظر يعتبر هضر الملعام لأنه بيتوم مية طرف مش مخلوطة بدل من الماكة نظيمة الحرس على طرحة النص ويسدين المية بتاعته مخلوطة ويفزيهم لأ الماكة بتشتغل مثلا يوم الثلاثة ومتوبة بكتل إياه أنا بجلت الوقت لا ناجي مية صار ولا ناجي مية ضوك منه طيب في أي حاجة عنور بهدوء بهدوء بس بعد إذنك قولي المكان بالضبط المشكلة فين فارع ثمانية طرحة النص فارع ثمانية من ترعة النص والمجربين للنظام السابق وطبعا احنا كنا كمش الفيديا بالنسبة له وقالوا الماء بتاعتنا عملتوا شكوى بالموضوع ده يا حاجة نور يا فندم مفيش خانية بتاعتنا للشغل نشتيك عن طريقه حاضر بالنسبة للتسوق الجامح يا فندم كان أرتاب السواق ومنين أرتاب بالجامح مية خمسة وخمسين كيلو وبياخد ستشار كيلة بالأرتاب بضرحة ثقاوة ثلاثة وعشرين واحد أعضاء مجلس إضافة الجامعة بيقول له النظامية بيقول لي والله إحنا هناخدوا نسبة كجمعية ومشتركة تاخد نسبة فعل من المعقول يا باشا حيث إن النظام اللي جزء كده ما ينفعش ما ينفعش يعني أنا برضو ما فيمتش حاجة حاجة هونور المشكلة دلوقتي بالنسبة للتسويق كانوا بياخدوه مية خمسة وخمسين كيلو وبياخدو ستتشار جنيه من الأرتاب من الزامة والمساكين والناس المديونة بياخدو ستشار جنيه من ربعمية وعشرين عاية بيه عاية بيه ربعمية واربعة ربعمية واربعة والأرتاب بمية خمسة وخمسين طيب إحنا مع بعض يا حاجة هونور إنت بدأت التوريد ولا لسه طيب لما تبدأ حاجة هونور لما تبدأ التوريد وتشوف الوضع ما أولا كان بياخدوه بالقانون بالمدة الثلاثتاشر والمدة عشرين بياخدو ثلاثة في المية من ربعمية وعشرين يا حاجة هونور إذا كان بالقانون وإنت متؤكد أن بالقانون بتشكلين طيب خلاص إنت دينا فرصة نشوف المشكلة لما تبدأ تورد وتلاقي المشكلة دي بدأ يتكلمنا وإحنا نتصل بالمسؤولين حاضر إحنا مش عاوزين نتوقع المشكلة لما تحصل يا حاجة هونور طيب خليك خليك معاك دكتور سامي عاوز يسألك في حاجة إزاك حاجة أنور إزاك حاجة أنور إزاك حاجة أنور الله يبارك فيك بقول لحضرتك أنت كان في مدخلة في الحلقة اللي فاتت من شهر ونص أو شهرين كان حضرتك الحاجة أنور محمد عبد الحميد القادي تمام قرية 19 بنجر السكر اسكندرية هنا قرية 19 كان لك مشكلة برضك في حكاية الميا وإحنا بعد هذه الشكوى تصلنا وحلينا المشكلة دي تصلنا بوزارة الموارد المائية والري عشان نجيب لك الميا وجدت الميا على يوم الخميس الموافق 3-3-2016 ما عليك نقول لك سيادتك جدت الميا الأول الجدت الميا أنا عايز أتأكد بس يا فندم يا فندم لكل بصة أقول لك أنا اللي بيحصل بالنسبة للوزارة بيقول أنت بالمنوة بتحتك سبح أيام والسادة عشرة بالنسبة ليني بالنسبة عندنا أقول لك طب أنا هقول لحضرتك أنا هقول لحضرتك حاجة أنور أنا هقول لحضرتك خليك معايا برضك حاجة أنور المنطقة كانت 19 مساحتها 74 ألف فدان تمام تفتح الترعة كان الأول المساحة دي كلها ما بتتزرعش كان جزء منها بيتزرع فكانت المنوبة ما فيهاش أي مشكلة لما لما تعملت بقى ترعة اسمها ترعة الحمام وترعة الطيبة ترعة الحمام 42 ألف فدان وترعة الطيبة 32 ألف فدان طبعا المساحة دلوقتي كاملة فأصبح المية مش زي ما كان مستقطع جزء من المساحة نظام الراي عندك ثانية واحدة خليك بس معايا نظام الراي نظام الراي كان مصمم على أساس الراي المطور فاتسرقت أداء لا تصميم المنطقة الراي المطور ما هدلوقتي الراي سطحي الراي سطحي الراي أنا عالي يا حج أنا خليك معايا الراي سطحي اتسرقت أدوات الراي المطور فقام الخريجين بالراي السطحي يعني انتوا لجأتوا بالراي السطحي دي ايمن يعني ما كانش عندكو الراي المطور يا ايوة يا بي انتوا كانش عندنا بيه راي المطور الايسر هو اللي كان فيه راي المطور وتسرقت الأجزاء بحوغ غيروا الراي بتاعهم غير أنا ما أقول لك يا باشي وكيل وزارة الراي بقول ايه عندنا بقول ما فيش تعدية على الزهير الصحراوي ورئيسك تعالي السطحي الراي السطحي الأراضي السابق المهندس عبد المحمد عبد الحليم بقول فيه تعدياه يا فندم أنا قلت لك الناس العراس لا تيش أواصل المدينة النبارية يا حاجة أنور لا احنا دلوقتي من حل احنا جايين حاجة هو البرنامج برنامج صوت الفلاح صوتك دلوقتي على الهوى مناش دعوة باللي حضرتك بتقوله دلوقتي الجواني باللي بتقولها حاجة أنور مشكلتك وصلت والدكتور سامي هيتابعها وتشك اللجنة ونشوف الكلام اللي حضرتك بتقوله ده صحيح ولا لأ وإحنا هنتابع الموضوع بنشكرك بالنسبة لمزاريع الجوافة في مركز كفر البطيخ محافظة دميات المشكلة دي من 2006 أنا شك لما وصل لي يعني كلفت أن أشوف هذه المشكلة شكلت لجنة أولا من السادة رؤساء البحوث لأستاذ دكتور اتنين أسازة دكترة متخصصين من معد بحوث الأراضي والمياه والبيئة أستاذ دكتور عادل عبد الحميد ده أستاذ دكتور الأستاذ الدكتور والأخ الأكبر لأنه هو أستاذ رئيس بحوث غير متفرق رئيس بحوث متفرق الأستاذ الدكتور مجد الشازلي شكلت اللجنة برياستهم على أساس يوصلوا للمنطقة وصلوا لمدرية الزراعة قبل وكيل الوزارة وتم تشكيل لجنة إلى جانب من الداخل المهم يعني إيه النتيجة اللي وصلوا عملوا طبعا نزلوا للمنطقة عملوا قطاع للتربة لعمق متر لقوا أن مستوى الماء الأرضي على بعد 40 سنتي يبقى في الحالة دي فيه ارتفاع في مستوى الماء الأرضي طبعا لما بيرتفع مستوى الماء الأرضي يبقى ليه علاقة بالصرف يبقى هنا فيه مشكلة في الصرف فاتجهوا لمحطات الرفع اللي هي عشان نتأكد من كفائتها وتصرف الماء في المنطقة هي المساحة يعني أنا معايا بالتفصيل يعني حضرتك إلى جانب لقوا أن مصدر الري بمية المصارف يعني الري بمياه المصارف في نفس الوقت لقوا أن الري فيه يعني فيه خلط من مياه المصارف صرف صناعي وصرف صحي مع صرف زراعي مصرف اسمه مصرف جنوب المدينة طبعا صرف صحي وصرف صناعي كمان لأن هناك فيه منطقة صناعية فيه منطقة لما عملنا دراسة نبحث طب ما يفهم ده وزارة بيئة لازم تكون موجودة في الموضوع ما احنا فيه يعني هقول لحضرتك فيه قابلة للمحافظ كمان عشان نشوف يعني لأن احنا عايزين حل لهذه المشكلة تمام فيه منطقة صناعية جديدة في دوميات بترمي على مصرف جنوب المدينة وهذا المصرف بيستخدم لرأي المنطقة في احدى المساحات بيستخدم في الرأي هذه فطبعا طالما فيه صرف صحي وصرف صناعي بيبقى دم لوس ليه تأثيرات على البيئة على التربة وليه تأثير على المنتج نفسه يعني فدي احدى المشاكل في نفس الوقت يعني انا بمسك الخيوط بتاعة المشكلة فيه محطات حضرتك يعني زي محطات صرف السنانية طب النتيجة اللي انتو وصلتوها احنا توصلنا وكتبنا حضرتك التقرير بتاعة الدراسة وعملنا توصيات بناء على هذا التقرير التوصيات لمين هي دلوقتي مسيقنا الخيط بتاعة المشكلة نيجا على مرحلة التنفيذ يعني دلوقتي لقينا ان محطات الصرف فيه مشكلة مصرف جنوب المدينة فيه مشكلة فيه مصرف الطبية بيمر تحت ترعب مصورة كترها غير مناسب فالكتر غير المناسب ده عايز مصورة اكبر يعني انتو حددتو المشاكل حددنا المشاكل لان المشاكل من 2006 حتى الان كان المشاكل يعني مش قادر يوصل للمشكلة فاحنا توصلنا الى الخد بتاع المشكلة نفسها طيب هل توصلنا للحل ولا ما توصلناش الحل احنا قابلنا وكيل الوزارة بس اسأزينك ناخد مختار من الجيزة السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضرتك معك مختار من الجيزة بس اهلا وسهلا حاج مختار تفضل انا عندي قطعة ارض يا باشا وكنت تكلمين وكنت الاستاذ سامي نغرمج معك في الحلقة الاقدامية من شغر ونص مم كلبت على قطعة ارض عندي في جرزة في الحمد طفل في الارض بحصد في الامح بلع الارض جيل زي جيلة ويكده على وش الارض مم والصرف المغطي فيها مشغل خالص يا باشا وبدفعونا وبدفعونا حق الصرف المغطي ده على اليهم بتاع الارض طيب يا حاج مختار قول لي فين فين بالزبط قريت جرزة حاضر المساحة ديه المساحة تحت تجي اكتر من من تلاتين هراء من تلاتين هراء وبقى الارض يجي اكتر من خلسين ستين فتان بايضية مم الصرف يعني انت عندك مشكلة في الصرف يا حاج مختار اه نوع الصرف عندك ايه الصرف خليك معايا يا حاج مختار عندك مشكلة في الصرف يعني الصرف مغطى ولا مكشوف بطول لا قط التلفزيون بعد ازنك قط التلفزيون وسمان التلفزيون مغطى اه مغطى اه مفيش موازين ولا ديش حدا باينة خالص ولا والحلم نسدنا كلها يعني عايز احلاله تجديد مثلا للصرف والحلم نسدنا في الصرف اه نشوف المشكلة في الصرف اه بنفض في الامح يا دكتور الأه 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 القطف بتعبية زي جير من فوق على اساس فيه ملوحة يعني انت ملوحة للتربة نتيجة عدم صرف المالي يعني انت ما جبتش انتاج يا حاجة مختار من الامح ما بكرش يا لانو جابتش النص النص بيمتع في الخطوة ونص ما بيمتعش يا دكتور والله طيب حاضر بنشكرك حاضر سيب بياناتك في الكنترول بعد اذنك والدكتور سامي يتبعها حاضر ان شاء الله انا هتبع له المشكلة دي هبعت لجنة ونشوف ندرسها وان شاء الله انحضرتش في لجنة بعد اذنك يا دكتور سامي لما تروح حتى لمشكلة معينة زي مشكلة الاخ مختار ياريت اللجنة تمر في المنطقة كلها لانو قرية جرزة دي دايما بيجينا منها مشاكل يعني مش بالضرورة انا اروح اشوف يعني صاحب المشكلة لان ممكن يكون في مشاكل اخرى برضو لاهلين المزارعين في نفس المنطقة لكن لم يتمكنوا من الاتصال ارد على حضرتك ارد على حضرتك هو اللجنة يعني بيطلع منها استاذ دكتور متخصص في التربة والمية فلما بينزل حضرتك بيعمل حاجة اسمها دراسة حقلية للمنطقة مش شرط لان عشان يمسل لسبب المشكلة زي مشكلة مزارع الجوافة مش المنطقة نفسها لا دا احنا فيه دراسة مرفولوجية في الاراضي يعني بنعملها بنشوف حالة الصرف حالة الراي مش للمنطقة للمكان نفسه لا دا احنا يعني بنشوف حضرتك فعلا زي ما بتقول للمساحة الكلية يعني مش لفدان او فدانين لا بنشوف للمساحة الكلية لان ممكن تكون المشكلة جاية من مكان اخر مؤثر على المنطقة بتاعته فاحنا بنعمل حضرتك دراسة حقلية طيب المشكلة بقى اللي حضرتك كنت بتستعرضها وصلنا لحلول طبعا فيه توصيات وتوصلنا فعلا للا ايه هي اللي حضرتك اللي ممكن نعالج بيه الارض لان المساحة كبيرة والمشكلة من الفين و الفين وستة الفين وستة يعني انا معايا تقرير كامل يعني ممكن نسيبه بردك لحضرتك على اساسي يعني المساحة طيب مش مشكلة تلت تلاف وخمسمية فدان تلت تلاف وخمسمية فدان مساحة كبيرة يعني وطلع جوافة يعني بصرف النظر للمساحة حتى لو فدان واحد لو قرات واحد نتحرك تمام لان احنا يعني لا ده انا قصدي مشكلة كبيرة يعني لمنطقة كبيرة بالزبط ومش قادرين اللي اهم وصلتوا ل وصلنا احنا دلوقتي تلعت بتوصيات موجودة التوصيات انا عايزة نفذها فاللجنة قابلت وكيل الوزارة فان شاء الله هناخد معاد من معالي المحافظ دميات عشان يشاركنا لان في جزء لازم هو يتدخل به كقرار سياسي لان في منطقة زي مثلا الهوامر العوامر والهواشم وكفر البطيخ وام رضا الجديدة عايزين ندخلها ضمن خطة منظومة الرأي المطور يعني دي محتاجة قرار من السيد المحافظ عشان يقدر عايزين ندخلها ضمن خطة منظومة الرأي المطور يعني محتاجة قرار من المحافظ لان المحافظ حضرتك دي منطقته وكان المشكلة دي مقرقة يعني مجموعة بيرة من المزارعين لا ده مش بس كده حضرتك محطات الرفح في محطات الى جانب بردك في المزارع نفسه مساهم حضرتك في المشكلة في حاجات خاطئة المزارعين يعني مش بيعرفوا يتعاملوا مع الارض من ناحية الفنية طيب نتكلم في السلبات دي بعد اما ناخد الحج سيد من الشرقية الو 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 ايوة تفضل زياني ربطر حامل اهلا وسهلا يعني عايزين نقلع بحضرتك بس موضوعنا وصل بين مع دكتور جامل تمام صادة هو حضرتك تمام طيب اه انا يعني ده سلم على حضرتك الاول يا حج سيد الله يحفظك يا دكتور الله يكرمك وانا يعني شكر لفضلك والفضل اللي ده مهند محمود الله يخليك احنا تحت امرك احنا بنسعد لما يعني اي مشكلة بتجينا ونقدر يعني نحلها لان دي بلدنا واي مشكلة بتقابلكو هي نفس المشكلة بتاعتنا احنا لان يهمينا زم يهمينا احنا عايزين نزود الانتاج الزراعي لمصر كلها طيب انه رد عليها بكتور فالرد حضرت دلوقتي المشكلة بتاعتك فيه عشرين الف فدان مقنن وضعهم واثناشر الف فدان غير مقنن وضعهم وفيه مصرف اولاد علم الرئيسي الفاصل بينهم المنطقة دي فيه مزارع سماكية فيه مساحة اه فيه مزارع سماكية يعني متفرقة فيه شركة اسمها الشركة العربية لاستصلاح الاراضي كانت بتعمل محطة الصرف محطة الرفع عندكو سنة تسعين تمام ما سلمتش محطة الرفع لهيئة التعمير يعني كانت المفروض هيئة التعمير تستلم المحطة تكون شغالة عشان اه تخدم المنطقة كلام ده كان سنة تسعين يعني من خمسة وعشرين سنة تمام وثابت الامور زي ما هي لغاية دلوقت تمام فالموضوع دلوقت احنا توصلنا ان هو ان الشركة العربية ما سلمتش هيئة التعمير ولا هيئة التعمير طلبتهم ان هي تخلص محطة الصرف لكو فهو ده كان السبب بالنسبة للمنطقة ان الصرف عندكو سيء بحيث ان طيب والحل يا دكتور سامي الحل دلوقت يا حضرتك هو بين هيئة التعمير والشركة العربية عايزة برضك تدخل يعني بتوبها يعني الامور بالنسبة لي انا فني تدخل من اه يعني بيبقى في حاجات بقى يعني مرحلة تانية انا من ناحية الفنية بوصل للخيط بتاع المشكلة انا وصلت المشكلة اه بمسك الخيط بتاع المشكلة تمام كنحية فنية لان الادارة المركزية للاراضي والمياه حلقة وسط انا معاك احنا وصلنا للمشكلة حاج سيد ومستمرين وان شاء الله هنشوف نكمل الخطوة دي خطوة رقم واحد نشوف الخطوة رقم اتنين نكملها علشان المنطقة ودي متعلقة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وانا قلت لك يا حاج سيد ان احنا هنتابع الموضوع ان شاء الله ان شاء الله مش هنسيبه غير لما يتحل انا كنا بنتكلم بك في موضوع المي اه وحضرتك يعني المزارع دي تستحلك ما يا دكتور حامل انا معاك انا عايزة رقمي احنا هنشوف الخطوة رقم اتنين بحيث المزارع السماكية دي ما هي دي كلها مخالفة عجساني نشوف هنزالها يتم ازالتها ازاي طبعا يعني فيه ازالة المفروض ازالة جميع المزارع السماكية وتشديد العقوبة عليهم حيث قلنا هزا يعني انا في الشتاء دكتور سامي الماء بتطلع من عجسور عشان هم حقوقهم بطلين الماء بتطلع من عجسور وفي الصفة من العاشر مية لانه الضوء من دوران انا معاك انا معاك حاج سيد حاج سيد هي المشكلة يعني فيه تنسيك حاج سيد يعني اعتقد ان احنا تحركنا بالوقتي صح ولا لا؟ واعتقد ان حضرتك عارف ان المشكلة دي بقى لها خمسة وعشرين سنة صح؟ نعم يا غير فاحنا دلوقتي حركنا الموضوع واحنا مستمرين لغاية ما يتحل ان شاء الله ربنا ايه يعني احنا يعني احنا وقف الموضوع جاهد يا دكتور حامل المشكلة يا حاج سيد يا حاج سيد هو ما كانش جاهز من خمسة وعشرين سنة ما كانش جاهز من خمسة وعشر سنة احنا هو؟ طيب احنا يعني معليش احنا حركنا الموضوع وان شاء الله هيتحل انا بقولك ان شاء الله هيتحل لان احنا احنا في عرض ايرات مش فدان لكن مش ممكن اي مواطن لحظة اي مواطن او اي مسؤول يرضى ان في مشكلة في 32 الف فدان دا استحالة تمام يا ربنا يعني احنا بسوطة لله فبحانه وتعالى ان الموضوع يتحل ان شاء الله هيتحل بإذن الله ربنا يبارك فيه بنشكرك حاج سيد بنشكرك هو بالنسبة للمزارع السماكية فيه تنسيق لازم يكون بين وزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة للسروة السماكية بس هو من المعنى بإذالة هذه المزارع؟ دلوقتي وزارة الموارد المائية عشان استغلال المية والهيئة العامة للسروة السماكية مفيش ترخيص فاصبح فيه اتنين جهات معنية بالموضوع اللي هو بتاع إذالة المزارع السماكية والشق التالي اللي هو بتاع محطة الصرف يخص الشركة العربية يعني فيه كذا جهة المفروض حضرتك يعني نشوف معهم نخلص لهم المشكلة دي إن شاء الله بسهول الموضوع على الفكرة مش معقد لا هو كانوا سكتين حضرتك ولكن تساهل من المسؤولين والمسؤولين ما كانش على بالهم في ذلك الوقت وطبعا يعني المواطن بقى يعني هو زهرت المشكلة مع برنامج صوت الفلاح يعني مش عارف يعني المشكلة زهرت حضرتك مع برنامج صوت الفلاح طيب سريعا علشان الوقت الحيب يمر بسرعة مشكلة زراعات المنجة اتحلت؟ الجوافة الجوافة أسف لسه في مقابلة مع يعني هناخد معاد مع المحافظ دميات عشان يشاركنا لأن القرار حضرتك بيبقى مش قرار مثلا إدارة مركزية الوحدة يعني بيبقى فيه جهات معنية أخرى لازم تشاركنا عشان نحل هذه لأن دي مشكلة يعني تهم الكل يعني وداخل نطاق محافظ دميات وكل الوزارة يعني متفاهم وهو يعني إن شاء الله حضرتك يعني وعدنا هناخد معاد إن شاء الله يعني أعتقد يعني مع مقابلة المحافظ مش صعبة يعني بسرعة ناخد معاد ونحل المشكلة يعني كالعادة يعني احنا متعودين على يعني احنا نمسكنا برضك أسباب المشكلة وإن شاء الله نفعلها بقى تفعيل هذه المشكلة كون إن إحنا حرقنا الماء الراكد كون إن إحنا بنتكلم في مشاكل بقالها عشر سنين وخمستاشر سنة وخمسة وعشرين سنة أعتقد ده شيء يحسب لنا ويحسب للمسؤولين اللي هم بيتحركوا وطالما إن إحنا حرقنا المشاكل إن شاء الله هتتحل وإحنا مصرين إن هي تتحل معنا عماد من الشرقية أهلا السلام عليكم أهلا يا حاجة عماد أهلا إزاك حضرتك 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 باش مهنز أهلا وسهل تفضل أهلا مشكلة حدنا مشكلة بالنسبة للرأي حضرتك الميا فين في أي مكان يا عماد أنا موجود آآ في أولاد تأر الشرقيين أولاد تأر الشرقيين أولاد تأر مركز منشيا سنى مينة أولاد تأر نلاقي علي المسيجة الأمير المشكلة حضرتك اللي أ tääل حدنا السرعة ما فهيهش مية نهاية مجالarzالين مولونش الفنجان دي حاجة أساسية يعني موجودة طور. الترعة اسمها ترعت ايه? اسمها ترعت ايه يا عمال? ترعت ايه? ترعت عجور. ترعت ايه? عجور. 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 ماشي. اللي هي تسحب من مصر الحدول. تمام. حضرتك احنا نتكرم حضرتك بس. اللي انت تعمل لنا التحب من مصر الحدول اللي هي طرق انت تسحب تحط لنا في الطرعة بغزينة بس. طيب حاضب. هل في طب خليك معايا خليك معايا هل في محطة رفع عندكم مثلا عطلانة او كفائتها منخفضة عشان بتاخد من المسرف يمكن يكون هي دي سبب المشكلة لا حضرتك في مكنة رفع تبعد عن السرعة بحوالي كيلو بغاليها 15 سنة ما اشتغلتش واتلمت للأهالي زي زي ما يكون بيع يعني ايه مش فهم ما اشتغلتش حضرتك هي موجودة بس كانت بطول بالجال بس فيه ما اشتغلتش اصلا طيب ما هنا سبب المشكلة احنا وصلت دلوقتي لسبب المشكلة عندك لان طالما فيه خلط من ميت مصرف حدوس للترعة هنا فيه العامل المساعد اللي هياخد من المصرف عطلان اللي هو ماكنة الرفع يبقى هنا وصلنا للمشكلة حضرتك حضرتك ماكن مكن الرفع دي ما اشتغلش حضرتك خالص مجلية 15 سنة ما اشتغلتش طيب والترعة بتيجي المياة يعني المناوبات بتاعتها منتزمة يعني ما فيش حضرتك ما فيش حضرتك منوبات ما فيش منوبات ولا فيه مهندس بمركز راستغر على بعض مال بتروه ازاي طيب يعني عشان اعرف سبب المشكلة حضرتك احنا بدلو كده بنستنى المايا كده لما تجلنا بالسرعة انتوارنا نصف ساعة ربع ساعة يعني وقتا ما ديجو تروه خلاص طيب عاملين عبار ارتوازية داخل الحقل ما فيش عبار ولا حد في المنطقة خالص ولا في حد في المنطقة خالص عامل عبار طيب بنشكرك يا حاج اعماد واسيب بياناتك ودكتور سامي هتابع بنشكرك طيب دكتور سامي خلايا نتكلم بقى على خطوتكم في تنفيذ البرامج الارشادية المتعلقة بالتسميد او المقرارات السمادية وايضا المتعلقة بترشيد استخدام المياه هو من ضمن احدى الادوار اللي بنقدمها للمزارع الادارة المركزية بنعمل ندوات ارشادية على مستوى جميع القرى المصرية من ضمن هذه الندوات الارشادية زي ما حضرتك تفضلت ترشيد مياه الري ترشيد الاسمدة التلوث البيئي وانا بعدت للسادة وكلاء الوزارة خطاب الكلام ده من فترة من فترة قريبة بيئة البرامج الارشادية اللي ممكن الادارة تقوم بيها لجميع محافظات مصر لكن طلبت منهم هم يختاروا حضرتك حسب الطبيعة الجغرافية للمكان الندوة الارشادية اللي في الوقت الحالي اللي ممكن تناسبهم طبعا ما هذا طبيعي اه فكان برامج ارشادية مختلفة انا بعمل دائما ندوات ارشادية في المحافظات في الجامعات الزراعية وللمزارعين وفي مدرية الزراعة وبعمل دورات تدريبية لمهندسين الاراضي والمياه اللي بيقوم بهذه الندوات الارشادية والدورات التدريبية السادر واساء البحوث من معد بحوث الاراضي والمياه لانهما مكلفين بالعمل بالادارة الى جانب عملهم تمام فحسب تخصص يعني فيه عندي الاسمدة وفيه عندي المياه وفيه عندي تحسين التربة فيه عندي الصرف فبنقدم يعني حضرتك جميع بس فيه نقطة مهمة يا دكتور سامي يعني بنلاقي يعني بعض المزارعين بيشرك يقولك انا عاوز المقرر السمادي يزيد يعني غير مقتنع بالمقرر السمادي للمحاصيل المختلفة عاوك تقول ايه للمزارع ده ارد على المزارع يعني دلوقتي فيه حاجة اسمها الحملة القومية لما باجي بعمل حقل ارشادي داخل المنطقة اللي هو اللي هتسترشد به جميع المزارعين للمنطقة دي التوصية السمادية بتكون هي التوصية الفنية الموصي بيها اللي هي مثلا بنقول للامح تلت شكاير يوريا دي توصية ارشادية نتيجة دراسات وابحاث هو المزارع يعني عنده فكر ان ده غزاء النبات فكل ما بيقطر من الغزاء النبات هيدي له انتاج اعلى لان ده ده الغزاء اللي هو هيكون به جسم النبات ده اعتقاده اعتقاده لان ده غزاء يعني النبات عشان يكمل دورة حياته ويدينا في النهاية المنتج الغزائي لابد ان ياخد عناصر غزائية سبحان الله وتعالى كلف هذا العنصر بدور داخل النبات يكون بيه بروتين كاربو ايضرات سكريات انزيمات يعني ليه دور متوظف يخش اللي يقوم بيه فالنبات احنا طبعا نتيجة الابحاث والدراسات في مركز البحوث الزراعية مع البحوث الاراضي والمياه فيه قسمه متخصص اسمه قسمه خصوبة التربة وتغزية النبات بتقوم بهذا العمل تجرب يعني ده بصفة مستمرة سنوات يعني بصفة يعني متتابعة لعشرات السنين لقينا ان يناسب الارض المصرية هذا المقرر السمادي المشكلة ان المزارع ممكن يكون عنده مشكلة في الارض الزراعية الارض نفسها فيها مشكلة هو ما يعرفش يعني ممكن يكون عنده البي اتش عالي وبيعتقد ان الحل في زيادة التسليم طيب بقى استاذ حضرتك معنا الحج محمد من الاكسر السلام عليكم ودكتور السلام عليكم وستعلم الله بركياته السلام عليكم ودكتور أهلا وسهلا حج محمد عبدالله أهلا وسهلا حج محمد اهلا وسهلني حاج محمد ازاي بارك يا دكتور تمام الحمد لله مش انت قلتلي حاج محمد انكم اخدتوا حكم او اخدتوا توصية بانكم لكم احقية في هذه الارض طيب حاضر يا حاج محمد يعني هنتواصل معاهم ونستفسر بقى الموضوع لان حضرتك قلتلي في خطاب موجود في الادارة الزراعية في صالح كونتو صح ولا لا طيب احنا وانتم عاوزين صورة من هذا الخطاب عاوزين صورة من هذا الخطاب وهو ايه مصلحة الادارة الزراعية ان هي يعني اه يعني ما ما تظهرش هذا الخطاب سعكت يعني الجواب جاء ينزل بيسك من الاملاك ومن الزراعي الارض الزراعية طيب حاضر احنا هنحاول نتواصل ان شاء الله مع الجماعية ونشوف فعلا حقيقة هذا الموضوع على فعلا فيه خطاب او فيه توصية بهذا الموضوع او لا حاضر 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 بنشكرك بالنسبة للمزارع يعني دلوقتي مفكر ان ده غزاء النبات يبقى اذا كل ما يزود شقارة ده يجي بنتيجة احسن في نفس الوقت ارد عليه ان الارض نفسها ممكن تكون اه صفاتها غير ملائمة لامتصاص العنصر يعني العنصر نفسه اللي هو بيضيفه الملح اللي موجود تحت الشعيرة الجزرية موجود لكن النبات مش قادر ياخده ممكن بسبب ملوحة التربة لما بتكون الملوحة عالية في الارض العناصر موجود وضيف السماد والسماد موجود لكن النبات مش قادر ياخده طيب ما هذه يبقى لو زود بردك شقارة تانية العنصر موجود لكن الشعيرة الجزرية مش هتقدر تاخده ليه هو مش عنده يعني توعية ان في حاجة اسمها ملوحة التربة بتأثر على الضغط الاسموزي يعني الضغط الاسموزي هنا عالي يعني السحب النبات مش قادر يسحب العنصر لان المنطقة بتاعة الشعيرات الجزرية ضغطها اعلى فممكن يكون من ملوحة التربة رقم اتنين ممكن يكون في حاجة اسمها بي اتش التربة بردك هو ما يعرفش حاجة اسمها بي اتش التربة فلما بيكون بي اتش التربة هنا الاراضي المصرية عموما البي اتش عالي فلما بيكون فيه قلوية في التربة يعني كربونات وبي كربونات صوديوم في الارض بيرفع البي اتش العنصر بردك موجود لكن في نفس الوقت بيتحول من صورة صالحة الى صورة غير صالحة عوامل تمنع انقصاص العناصر العناصر موجودة الموجودة في التربة العنصر هو ضيفه يبقى اذا في علاج للتربة اتأكد بقى من المصارف اتأكد ان الارض مثلا في حاجة اسمها بنعملها تحليل الجبس الزراعي يمكن عايزة جبس زراعي وهنا الجبس بردك المفروض وطبعا الحلول دي بتختلف من منطقة اخرى بتختلف من منطقة اخرى معانا قطب من كفر الشيخ الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا بحييك يا دكتور حامل هو بحيي وبحيي الباش مهندس محمود عبدالعزيز مدير المكتب الفني السياسة يعني واحنا بنحيي حضرتك الباش مهندس محمود عبدالعزيز طبعا يعني بدل كل جهد عندنا والله في مصرف ابولولو جماعة ردة الزراعية وماشى عالمصرف لما نزع المصرف على اوله قال لا انا لازم اماشى عالمصرف ده عشان اشوف اخر المصرف ده شكله بالضبط لان المصرف واحد كده في الاول المصرف ده حوالي خمسة كيلو وماشى عالفروح يعني قاعد بس على الزراعية كده لك الزراعية وحشة ماشى شافها وكان اللي يتعملوا كده وتخلوا كده وقاعد يعني فراحها والله العظيم ماشى اكتر من سبعة كيلو تمام فجال لي انه مبارح جال لي روح انت كفر الشيخ المساحة وشوف لي المصرف ده اتساوج ده في المساحة لان المصرف كده ما عادش فيه مصرف اصلا يعني المصرف فيه اماكن فيه هو شافها اكتر من 12 متر وفيه اماكن متري بس يعني اتعم خالف يعني سيادة كنت المصرف ده انشغل على 3 متر الزراعية ده شغلتين بس يعني ايه سلك حوالي نصف متر من قلب وهو شافه الباش مهندس محمود عب عزيز يعني تمام فرحت المساحة من عرضه لقيت المصرف دكتور حامد عرضه عشرين متر عشرين متر وتآكل تماما نعم وتآكل عز المصرف وتآكل عز المصرف عيام جدودنا يا دكتور حامد وابعاتي انا عندي خمسة وخمسين سنة كنت مسرح ورا والدي وهم بيستغلوه بليه كانوا كل عربح تنفروا اللي خمسة بيناولوا بعض وطلين وحجايش منه علشان يطهروا طيب يعني حاجة قدب هل تم رد ما هذا المصرف وإقامة مباني ايوه يا فهم بتعدوا عليه فأسماء الثورة الناس بدأت تزرح في السجأ وهو بيش مهندس محمود شافه وشاف الناس كمان جلهم حرام عليكم السجر الجديد اللي رقانه في جلب المية خالص تحت دي بتعمل ده مش اسلام بصراحة يعني عمل أكثر شهد هو صادي يا حاجة قدب نعم هو صادي دلوقتي التقرير هو فعلا فيه تعديات من قبل مزارعين على المصرف زرعوا أشجار وردموا جزء من المصرف حصل يا فاندي المصرف ده في خلال سنة اتطهر ثلاث مرات حصل يا فاندي يعني ما فيش مصرف يتطهر ثلاث مرات في السنة هو اتطهر ثلاث مرات يا فاندي ما أنا عارف فيه مزارعين مخالفين على رغم ان هم محيزين عملوا مزارع سماكية حصل يا فاندي وتعملت لهم محاضر اه تمام فيه تعديات التعديات التعديات زي ما انت قلت يعني فيه مناطق المتر واحد طول عرض المصرف عرض المصرف اه والمصرف كله دلوقتي أصبح أربعة متر كله بجسوره عرض المصرف أصبح دلوقتي من التآكل منه والجوانب والريش اتخذت منه أصبح أربعة متر ففعلا فيه سلوك في المنطقة سلوك المواطنين سلوك المواطنين داخل فيه قول لي نعمل ايه مع الناس اللي بتخالف دي يا حاجهود ما هيدي مشكلة ما هيدي مشكلة بنواجهها وانتو فين ما هو انتو ليه كدور يا حاجهود يا فاند في الصورة ما هو صورة ايه بس والتاع ايه اللي عملت لنا المشاكل دي كلها يعني ما هو احنا يعني احنا صورة الهدف من الصورة ان احنا ننتقل من مستوى الى مستوى اعلى ومستوى افضل لكن ما تبقاش الصورة معناها ان انا خالف القانون معناها ان انا اعمل اللي انا عاوزه ده ده ينفع فيه ناس ما بتتجيش اللي هو فيه حتت في المطار المطرف في حتك يمكن تلت المطرف الناس ما تخددش عليه بسم الله ما شاء الله واته الباج ده هو نفر واحد باته والله دكتور حابي لو واحد با لو كرقتين نزلهم على حسابنا برضو تاني ويشتغلوه بس يبقى فيه الناس تشرف على الشغل ده تقول المطرف ده اوز عشرين متر واته لا انا مش اعاوز عشرين متر انا عاوز خمستاش انا عاوز اتناشر انا عاوز جالك واته في بربعة متر اه 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 دكتور سامي يعني الوقت الاسف بيجري سريعا مع حضرتك اه يعني خلالي اتكلم في نقطة كده سريعا طبعا المخلفات اه النباتية بتمثل مشكلة مشكلة طبعا احنا بنكلم على الادارة المركزية الاراضي والمياه والبيئة فالمخلفات الزراعية تعتبر عنصر مهم بالنسبة انها ممكن تعمل لي مشاكل في البيئة طب دوركو فيه التخلص من هذه المخلفات وتحولها الى كومات سمادية اه احنا لنا دور فعلا اه يعني من خلال الندوات الارشادية اه في ندوات ارشادية اه اعملناها عن تدوير المخلفات الزراعية بنعرف المزارع انه عندك صروة في ارضك اللي هو المخلف الزراعي بدل ما تحرقه وبدل ما ترميه على المصرف او على مصدر الري ويسبب مشاكل لك لان في الاخر اه اي مخلف هترميه هيأثر على الارض بتاعتك اكيد طبعا فاحنا بنعمل دورات وندوات ارشادية اه عن تدوير المخلفات الزراعية وانا قريب كنت عملت فعلا ندوات ارشادية السادة رأسال بحوث وصله المحافظات المختلفة هل في مثل هذه الموضوعات يا دكتور سامي اكتفى بالندوات او الدورات الارشادية ولا انا محتاج تدريب عملي فيه اه بنعرف المزارع عندي مهندسين اراضي ومياه في المراكز اللي هي فيه في المدرية وفيه داخل المركز في المراكز داخل الادارات الزراعية رؤساء اقسام للاراضي والمياه والبيئة وفي المدرية فيه مهندسين اراضي ومياه وبيئة المهندسين بيعرفوا المزارع ازاي يعمل القومة السمادية يعني بنعرفهم فنيا تدريب قابل نعرفه اللي يقدر يستفيد من المخلف الزراعي يحوله ازاي قومة سمادية وبينجيلي تقرير يعني مثلا كل فترة ادي ايه في المحافظة يقدروا يعملوا قومة سمادية للمزارعين يعني بتابع حضرتك تمام تمام دكتور سامي للأسف الوقت كالعادة بيجري سريعا مع حضرتك يعني أنا في نهاية هذه الفقرة عزيزي المشاهدين لا يسعني لأن أتقدم بجزيد الشكر لأستاذ الدكتور سامي سعدان الرئيس الإدارة المركزية للأراضي والمياه والبيئة بوزارة الزراع بشكر حضرتك جدا وبشكر التعاون حضرتك معنا ومع البرنامج وأيضا الشكر للمهندس محمود عبد العزيز مدير المكتب لنا الشرف يا دكتور حامد لكل سعداء زي ما حضرتك بتقول نحن نحل مشاكل أهلين ومزارعين في جميع المحافظات شكرك جدا يا فاند فاصل قصير عزيزي المشاهدين وبعد هذا الفاصل أستقبل ضيفي وضيفكم في الفكرة الثانية من هذه الحلقة سيدة المهندس السيدة عطية يونس رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراع